القوات المسلحة تخصص أرقام لتلقي بلاغات المواطنين حول العناصر الإرهابية والأماكن المشتبه تواجدهم بها في نطاق الجيوش والمناطق العسكرية في إطار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على البؤر الإرهابية وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية فقد تم تخصيص أرقام لسرعات التواصل والتيسير على المواطنين لتلقي المعلومات والبلاغات حول العناصر الإرهابية والأماكن المشتبه تواجدهم بها تم تحديد أرقام 16037 16137 16138 في نطاق المنطقة المركزية العسكرية في محافظات القاهرة الجيزة القليوبية المنوفية الغربية بنسويف ألف يوم وتم تحديد الرقم 16189 في نطاق الجيش الثاني الميداني في محافظات الإسماعيلية بورسعيد ضمياط أدقهلية شمال سيناء الشرقية ورقم 16368 في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية في محافظات في محافظات الإسكندرية البحيرة كفر الشيخ ورقم 16196 في نطاق الجيش الثالث الميداني في محافظات السويس وجنوب سيناء ورقم 16386 في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية في محافظات ألمينيا أسيوت سوهاج قنى الأقصر أسوان الواد الجديد والبحر الأحمر وتم تخصيص الرقم 16389 في نطاق المنطقة الغربية العسكرية في محافظة مطروح وللإبلاغ عن محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود والسواحل المصرية يرجى الاتصال برقم 19039 وللتواصل مع الشرطة العسكرية يرجى الاتصال برقم 16039 وللتواصل مع إدارة المخابرات الحربية يرجى الاتصال برقم 16239 وتهيب القوات المسلحة بأبناء الشعب المصري التعاون وتقديم البيانات الدقيقة التي تساعد الأجهزة المعنية في اكتشاف وتتبع وضبط تلك العناصر الإجرامية لاتخاذ الإجراءات القانونية حية لهم مرحبا حضراتكم في أول فقرة معنا وهي فقرة بنتابع فيها سينة 2018 نهاردة يمكن منتكلم اليوم التاسع مهم جداً كل المصريين يبقوا عارفين من أول يوم وأول بيان لحد دلوقتي إيه اللي بيحصل إيه اللي بيتم على أرض الواقع إيه اللي تم الحصول عليه كمان من أسلحة وغيره إيه هي النتائج اللي احنا عايزين نفرح على أساسها ما كل ده لازم حضراتكم برضو تكونوا متابعين وعشان نبقى نبقى فاهمين الدولة ماشية إزاي وصير عمل الدولة كمان في فكرة هنا مكافحة الإرهاب خلينا نرحب بدفنة ونحاول نسأله كمان عن البيانات المختلفة اللي صدر من القوات المسلحة وعايزين نفهم أكتر إيه اللي جاي يعني إيه اللي جاي والغاية إمتى كمان نقدر نقول إرهاب حيستمر في مصر ولا هو موضوع يعني ملوش نهاية ده سؤال مهم جداً خلينا نرحب بس بسيادة اللواء محمد الغباري هو مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق سيادة اللواء أهلا بيك فل خليني أبدأ زي ما كنت بقول من أول يوم والبيان الأول لغاية دلوقتي بنتكلم اليوم التاسع وإيه اللي حصل وحضرتك إزاي برضو من البيان الأول استشفيت اللي بيتم لحد دلوقتي بنتكلم في اليوم التاسع هو البيان الأول نملكت واحد البيان الأول ده كان بيان ده أول مرة تذكر فيه الشمول والاستراتيجية وهو بادي يختلف عن البيانات السابقة اللي قبل كده ليه البيانات السابقة اللي قبل كده إحنا ضربنا أحبطنا مسيكنا كلام ذا كده لكن ده أول مرة بيان بيدي فكرة عن أعمال بدأت و هتستمر بس هتستمر لقد دي دي ما تقلش دي لسه الحد باتي أرش معروف ما تقلش طيب أخذ مثلا بين الأولاني الشمول والصدرية بتاعت شكلها إيه فحبص مثلا في بيان الأولاني كلمة الشمول بتاعه بتعني المكان لحيث تبفيه الأحداث أو العمليات فلقيه هو خد خمس المصرح للعمليات بتاعت مصر مصرح الشمالي الشرقي اللي هو سيناء والمصرح الشمالي وهو البحر المتوسط والمصرح الغربي وهو الحدود مع ليبيا و دي 1200 كيلو تقريبا وبعدين المصرح الجنوبي وهو من اللي مع الحدود مع السودان وهو حالي برضو 1000 كيلو وبعدين المصرح الشرقي وهو مسرح البحر الأحمر يبقى ده الخمس مسارح وضف عليهم المصرح السالس اللي هو داخل جمهورة المصرح العربية لما قال في كله طيب والقوات بقال لح تستخدم في الشمول تبقى إيه فقال القوات تستخدم القوات مسلحة بأفروحها كلها وضف إليها حرص الحدود والقوات الخاصة طيب وإيه كمان؟ وقالوا الشرطة المدنية صحيح وضاف الفرع الرابع اللي هو التالت اللي هو الايه؟ والشعب لأنه كان طالب أول مهمة تطلب من الشعب حجم المعلومات اللي تتم التنفيذ بالتاح يعني إحنا هنا منتكلم بين تنسيق بين كل جهات الدولة بين قوات المسلحة الجيش المصري بين الشرطة المصرية وبين الشعب بالضبط هو البيان شمل بقى كل الكلام عشان هو بيان استراتيجي ده التوزاية وعتبر بمثابة التوجيه الاستراتيجي للرئاس بنزور رئاس الجمهورية ده بمثابة التوجيه كده لكن جاء على شق التنفيذي على طول طيب وقال إن هو الهدف منه حكتين رئاسيتين القضاء على جزول إرهاب في مصر وإحكام السيد طالع عن منافذ اللي ده للجمهورية مصر عربية كلها وده حكتين مهمين جدا طب نشوف بقى البيانات اللي صدر بعد كده هتلاقي أول بيان صدر إن في القوات الجوية بدأت تضرب هو وضع طبيعي أي حرب في دولنا بتبدأ بإيه بتبدأ بضرب تحصينات العدو ومخازن زخرة بتاعته وإنت جمعات الشكلة بتاعته لو موجودة طب هنا الإرهاب زي التشكيلات اللي عمقا لكن هو برضو ليه أماكن عمل فيها تحصينات وقاعد فيها المعلوم منه بدأ القوات الجوية تضربه وبدأت القوات البرية تروح تمشط المكان للضرب ده ففوجيت بوجود العبوات النسفة اللي هي عاملة بيستخدموها زي الألغام فبدأت تأخذ أنك أنت تبطلها عبوات اللي هي كلها كانت للأسف بيتم عمل بها عمليات إرهابية عندنا عندنا وبدأت أنت تتنشطي كلامة نشوف اللي بين الرقم 2 هتلاقيه ركز طبعا كل اللي بين فيه حجم الخسارة الموجودة بس كانت ضربة عربيات وضربة مش عارفة ده طب نشوف بعد كده اللي بين الرقم 2 نعم ناخد بس شكل الحدث اللي الجديد فيه أنه جاب لك اللنشات وعليها أفراد مقاتلين بتأمن منصات الجرس اللي في البحر اللي هي المنشآت الاقتصادية اللي موجودة في البحر اللي هو بقى ده أن تشتغل على المصر عاماتي الشمالي اللي هو خاص بالبحرية اللي بتشتغل فيه طيب بعد كده تباني رقم 3 جاب لك أن فيه إبرار بحر النزل على شاطئ العرش طب شاطئ العرش ليه أن فيه هناك حوالي خمسة كيلو شالهات مهجورة من 2011 حتى صاحبهم بنروحهاش تعالى لو ده ده صاحب منهم تعالى وريني الشاله بتاعك ويشوف في مين ولا مين اللي من نشدعه ولا عنده أي معلومة بقى إزاي بيتم استغلالها خدوة من نشدعه بيه هو خايف منه لأنا عارف المشاكل فيه خدوة من نشدعه بيه فأنت النهاردة بدأت في إبرار بحري نزلتها على الشالهات من هو متوقع أن أنت حجيله كان فيه حد طبقا نعجيله على الأرض لا الناس بتجيله بيشتغلوا معهم بقى هما لغير دلوقتي ده موضوع يعني طب بعد كده أنت وريتي بقى بعد كده القوات اللي بتأمن الحدود بتعمل إيه فاكتشفنا أو مش اكتشفنا أول مجموعة آآ قالوها في البيان اتضربت بالقوات الجوية اللي هم كان ناربه عربيات دفعوا رباعة مش عارف إيه شي له جايبة الأسلحة طيب هو أنا لما بقول أحكام السيطرة على المحاور بقول أحكام السيطرة إيه لأنه عارف لأنا بضرب الإرهاب وأنا ضربته وهو جاي له الإمداد والإمداد منبعه أنا عارف جاي منين وللأسف هي دي بقى قصة إن المنبع إحنا بنحارب على الأرض لكن المنبع مش متوقف لا مش متوقف بدليل إنت مثلا الشهر 11 شهر 11 مش فيه سفينة توركي اتمسكت في اليونان تتراح ليبيا وهو بدأ وكل إحنا ما كنا خلاص هنكمل الحل بتاع ليبيا عشان نوجد القيادة اللي تيمقض ليبيا وتبقى معايا في تأمين الحدود فاشكلوها تاني بصراع على المحل السياسي أو يعني فيه تعصرات كبيرة بين الأطراف الليبي فبالتالي كل ما اتعصر أطراف يبقى هنا فرصة لاستمرار الإمداد عن طريق الحدود المفتوحة وبالتالي أنا بأمن حالي دلوقتي الوحدي ومكلفني جامد لأن الحدود تتأمن مفروض مفروض الحدود تتأمن بالطرفين مش طرف واحد أنا معنديش طرف تاني هناك فأنا لشيال الموضوع الوحدي عشان كده دايما بلاقي الهجوم عندي ودي طبعا بياخد مني جهد كبير شغل مخابراتي الناحة التانية عشان اللي محلي ومتابعة لغاية مدخلهم جوا واضربهم في الأماكن اللي هي فيها الغروض الرملية اللي ما عافش يهرب منها عشان ما يرجعش وروح اليجب أنا ضغط عليه في المكان ده بعد دي مناطق القتل بالنسبة لي المهربين أو اللي بيدعم كل كلام ده كلام محترم جدا أنا عايزة نروح مع حضرتك سيادة اللوة لمحور يمكن مش ناس كتير اتكلمت فيه وهي الحرب النفسية احنا طبعا هنتكلم من الخارج لكن أنا يهميني من الداخل ان حضرتك سماعت او قريد بعض التعليقات للبعض اللي بيتكلم ان العملية دي عملية سورية العملية دي عملية دعاية العملية دي عملية لن تصفر على شيء للأسف عندنا البعض من المصريين اللي مش هقول خوانة أبدا ولكن ده تفكيرهم ومعرفش سبب ايه التفكير ده بس موجود مش معترفين بالمجهود اللي بيبدل من قبل الشرطة المصرية او القوات المسلحة او الدولة المصرية في حماية الارض وحماية الوطن مش معترفين ان في حاجة اسمها نظرية مؤامرة مش قادرين يتخالوا برضو او يقتنعوا ان في دول بتحاول ان هي دايما تقضي على هذه الدولة كل ما بني بني حاجة هي عايزة تهدم ده موجود حضرتك بتفسر او بتحلل ده ازاي وازاي كمان ممكن ان ده يتغير عند المصريين دول لان هرجع اقول مش ناس مش وطنية للأسف بس ميفكروا كبه انا هعتبر بقول لازم اتفق مع حضرتك ان هو مش عارف ومش فاهم اه لان لو عارف وفاهم حيبقى تصنف حاجة تانية على طول يعني لكن احنا بقول هو مش عارف ومش فاهم كويس فحنا بنقول بس هو يسمع ان الارهاب في مصر كانت مشكلته كبيرة جدا ليه والقوات المسلحة النهاردة لما بقول للبرحلة اللي احنا بشتغرفها دلوقتي انا من وجه تنظرك عمحمة الغباري خابير عسكري ومدرس علوم استراتيجية بقدر اقرأ الموضوع فقلت قبل كده وممكن اقولت معاك في صباح الان قلتلك احنا في المرحلة التالتة في قناة اخرى اه قلتلك احنا في المرحلة التالتة صح النهار ده احنا في المرحلة الرابعة طب نفكر نفسينا في المرحلة الأول وثاني شكلهم ايه نفكر احنا فيه سنتين بعد خمسة عشرين نايل سينا كانت فاضية مش فاضية من حاجة ما حد يش شايفها للمجلس قاعد قبل سلحة كان عنده مشاكل داخلية ومطالب الناس بفتح المطارات وشيل القوائم وشيل الكلام ده كله واستجاب للناس عشان استرقت عايزة كده فلي نزلوا من التالت من افغانستان على سينا مرحوش بيوتهم على سينا وبعدين جاء الأخ مرسي ربنا يكونهم عفعونه فتح السجون ودهم على سينا ربنا يكون فعونه ربنا يكون فعون نحن يعني ده حاجة صعبة جدا فسنتين بيجهز مصرح العمليات كما لو كان حرب بالزبط عمله الخنادي والمتاع والكلام ده كله احنا بقى لما جات تلاتين يونيو والرئيس عفتاح السيسي كان مدير من خبرات الحربية في التوقيت اللي حصل فيه كلام ده فشايف اللي بيحصل وشايف القيادة مش قد تاخد قرار في الموضوع عدي فلما هو مسك بقى مطالب ان هو شايف وحياخد القرارات ايه وبالتالي هو بقى لازم ياخد القرارات عشان ينقذ البلد فتحط التخطيط الاستراتيجي على ما اظنه كأنا متخيله على المرحل الاربع اللي احنا فيهم دلوقتي فالمرحلة الاولى ازاي هروح المكان ده دلوقتي انا اقتفاة السلام ما بتوعدينيش هناك والارهاب ماشي بالعربيات وردع الناس كل العساكر اللي الموجودة هناك او القوات اللي الموجودة هناك تسلحها بندقية سواء حرص الحدود او الشرطة المدنية اللي موجودة في المنطقة جين طب انا هروح هناك ازاي وبالتالي يبقى لازم اعمل خطة وروح يبقى لازم لها تحضير سياسي وعسكري فالتحضير السياسي ده على المسرح الدولي ازاي انا حاقنع الدول تشوف النهاردة انت بتقولي على الوزير سامح شكري ما شاء الله جهوده وجبار ازاي نفس الجهود اللي بتبزل دي اتبازلت جهود اكتر منها في خلال الفترة الاولانية اللي ازاي اقنع الناس ان انا امن القوم والتاعة بيخترق في سينة ولا بود نعمل اجراءات اللي انت حول فسواء اسرائيل وفقت على قبول دخول القوات او عدم قول بقوات لا او عادي فيها الارهاب علني ليه لان انا عندي قوات ضعيفة هناك ممكن تروح مني فبدأت ادخل هناك بحجم من القوات انتخبتها من القوات المسالحة دون فك التنظيمات واقطع حتة صغيرة كده واقولها يعني معلومة الامريكان ضغطوا على مبارك انه يحول الجيش المصري الى جيش مقاوم الارهاب مستقبلا سنة اربعة وتسعين ورفض الكلام ده اتطبق في افريقيا واحتشر دولة منهم اكبر دولة عندها جيش لاي نيجاريا اللي ها دلوقتي نتيجة تحويل جيشها بكحراء ما اخدت نصها عشان كده نعرف بس ايه الفرق ان جيش المصري اه جيش المصري جيش عظيم له تنظيم والمرين اللي يقدر طلع منه التشكلات اللي عايزها من غير ما يفك حاجة وعمل قوات انفاذ القانون بدأنا اندخلها سينة دون اشتباك انا تعرضت المشاكل في تد اه تعرضت تعرضت القواتس واحد واثنين وده خسار استحملتها عشان اود قواتي اوكنها من الموجود هناك الى ان ودت القوات اللي تنفع وتوجابه الارهاب بدأت اعمل عملت كمينة رفاعي حضرت المؤتمر اللي كان في كمينة رفاعي ايوة اهو ده الاديد بداية 1-7-2015 ايوة ده الفرق بين ان انا طلقت ضربات الارهاب وان انا انا لا اركب الارهاب كلام الله محترم جدا ده ده الفرق ده فبالتالي بدأنا من هنا من كمينة رفاعي لما عملناه وطمعناهم في الشيخ زويد ايوة طمعناهم وكانت ناس بتعترض بردو وكانت ناس بتعترض بردو وكانت ناس بتعترض بردو عشان احنا مقدرش ان ما فيش كل حاجة بتتقال ده حقي لكن انا كراجل من حقيقة قوات مصلحة اقرأ وقرأ وقل الناس ايه اللي عايز اسمعني ويصدقني اهلا وسهلا ما اصدقنيش هو حر فبالتالي اكمل بس فبالتالي هو انت لما عملت كمينة رفاعي قتلت تبقى الكلام متحسل عسكري مئتين وخمسة وقصرت مجموعة ما قولتش عالقهم ما قولتش ليه لان اللي تماثرهم دول من الخلايا التنظيم للرهابي كل واحد فيهم بيبقى في خلايا عنقضية لما بيبقاش عارفين الخلايا دي مات ولا صاحي بيحصل ارباك عنده بيحصل اضطراب في التغيير وانا في التقويت ده كنت محتاج للتغيير لان التغيير انا عندي وسائل الاتصال وسائل الستطلع تشوف المتغير على الارض من المخابئ اللي بعودوا فيها لما حركته اعرف فبدأت هنا المجموعة المعلومات تتضفق عندي لما تتضفقت المعلومات عن الارهاب اللي مكنت بيشوفه ولا اعرفه فين عملت الشهيد واحد وعملت شهيد اثنين وعند شهيد ثلاثة واربعة والغاية مطهرت جابة الحداد من القيادات والمراكز للنزوجستان بتاعته فكانت النتيجة ان التنظيم تفشكل وبدأ يدخل في اماكن الكمنة ياخد بقى الناس ظهير له ويعيش في وسطه ايوه وده اللي برضو بنعني منه دول وقت واحنا عدنا فترة سكتين يعني ايه كنا بنحضر بقى لان الرئيس قال كان بيحضر للمسرح السياسي لعاملان نهائية وبدأها منين عشان برضو قول الناس السياسين بتاعنا خلي بالكو انه بدأها من مؤتمر الرياض لما حط البنود الاربع لمقاومة الارهاب والامم المتحدة خديتها عنه ايه وكانت النتيجة ان امم المتحدة ما طلعتش آلية التنفيذ لانها بتشتغل تبقى للقوى الكبرى فما طلعتش آلية التنفيذ وده كان مفهوم وقتنا برده ولما راح في شهر تسعة في الامم المتحدة قال ايه انا بحارب الارهاب ديابة عنكم كل ده تجيز بصرح للي حيعمله طيب سياد اللوة عشان الوقت سريعا كده انا هطلب من حضرتك حكتين طبعا انا مش هقدر اختم من غير ما برضو نروح ممكن رسالة مع حضرتك مواجهة مش هنا للشعب انا عايزة ليه جنودنا من قوات المسلحة والشرطة هنختم بيها بس سؤالي الاخير بناء على كلام حضرتك هل احنا هنا دلوقتي بنتكلم ان هذه هي العملية الاخيرة لمكافحة الارهاب على ارض سيناء ام هناك عمليات اخرى عشان بس سريعا استأذنك هي ممكن تكون عمليات نهائية عن قضاء عنش التنظيم نفسه وجزوره لكن هتبقى فيه عناصر كاملة هتبقى فيه عناصر كاملة العالم كله فيه عناصر كاملة الامريكا اللي بيطلع بيضرب بالبندوية او بالسلاح الابيض اللي بينتهس بالعربيات في اوروبا وهو ده عنصر كامل في عناصر كاملة ممكن تكون موجودة لكن التنظيم نفسه انا بقضى عليه وده اساسي كويس جدا ده خبر حلو اخر بقى حاجة هاختم حضرتك برسائل موجهة لجنودنا جنودنا دول ابطال طبعا والبطول عندهم غير طبعية ومنها من الجين المصري القديم اللي موجود يعني تنهار در ما تشوفي دفعة الجنود اللي كان مفوت تخرج في شهر اثنين ورفضوا الخروج لغاية ما يكملوا العملية مع زمائلهم ومنفس الجنود او ابناء الجنود او احفاد الجنود اللي كانوا في سبعة في تلاتة وسبعين اللي لما دفعت الرديف كانت طلع في الاخداع الاستراتيجي ده سرحنا جزء ماردوش يخرجوا وكانوا عامليننا مشكلة غاية مع ايفين ده كمناهم عرباتهم واشيناهم بالعافية لانه ما يدرش نقول لهم حاجة كانوا يقولهم حاجة فكانت نتيجي هو نفس الجندي ده وهذا الجندي هو مقاتل مقاتل بطل بطل وحتى لو كان بيقاتل لهو الخفي هو بطل لانه برضو حيضع المنظر الخافي ان شاء الله سيدة الوقاء محمد اللغباري بشكر حضرتك يا فندم شكرا لك جدا نورتنا شكرا خلينا نروح فاصل بعد الفاصل حيبقى لينا لقاء متجدد خليكم معنا شكرا للمشاهدة